اشتركوا في القناة اليوم كانت هناك مجموعة من التهاني لمناسبات عزيزة علينا أولها الاحتفال بذكرى فتوى الجهاد الكفائي هذه الفتوى أثرها في أمن بلدنا كبير فهي التي مكنت العراقيين من مواجهة أخطر عصابات إرهابية اشتاحت مدن العراق وأوقفتها وأزالتها هذه الفتوى مناسبة مهمة وعزيزة أيضا كان هناك تهنئة موجهة بذكرى عيد الصحفيين الصحفة قطاع مهم وحقل مهم في حياتنا ولذلك وجه سيد رئيس مجلس الوزراء تهنئة للصحفيين جميعا ولنقابة الصحفيين وأشاد بدورهم في بناء العراق الجديد أخيرا كان هناك أيضا تهنئة بتأسيس الحشد الشعبي وما سطره من بطولات في الدفاع عن بلدنا ضد العصابات الإرهابية وضد داعش على وجه التحديد فيما يتعلق بزيارة سيد رئيس مجلس الوزراء إلى الناصرية كانت هناك جملة من الإنجازات في هذه الزيارة أولها المشاريع المتلكئة التي افتتحت وقد عملت عليها الحكومة لأشهر وهي متلكئة منذ سنوات بعيدة وهذا أمر بات معروفا المشاريع المتلكئة في الناصرية كثيرة بسبب سوء الإدارة والفساد المعروف الآن فتحت مستشفى هناك ومحطة كهرباء وجسر كونكريتي أيضا والحكومة ماضية في إنجاز جميع المشاريع المتلكئة في هذه المحافظة التي تحظى بعناية خاصة من لدن الحكومة وكما سنتحدث لاحقا عن قرار فيما يتعلق بصندوق إعمارها هذه الحكومة أيضا لها أفعال مهمة وليس أقوال وبالتالي كل ما ننجزه ونقوله هو واضح على أرض الواقع كان هناك أيضا تنويه بقضية السلة الغذائية نحن نعرف أن قضية البطاقة التنوينية شابها ما شابها في أزمان سابقة الآن مسألة السلة الغذائية هناك حرص ودقة في توجيهها إلى شريحة الفقراء فقط وفي زيادة تنوعها فيما يتعلق بالموارد المائية أنا تحدثت سابقا عن وجود شحة واجهتها الحكومة بقرار مهم في صرف 15 مليار دينار عراقي إلى وزارة الموارد المائية لمواجهة الشحة المالية اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة عدم السماح بالتلاعب بالحصص المائية هذا التلاعب يضر في قطاع الزراعة وكان هناك توجيه صارم بهذا الصدد أيضا في موضوع الانتخابات وعلاقات الحكومة بالانتخابات أنا قلت سابقا أيضا نوهت بإمكان أن تكون هناك استغلال للحكومة في قضية الانتخابات الحكومة تدعم الانتخابات تيسيرها بالقرارات للمفوضية العليا ولا تسمح بأن تركب الوزارات مطية لأغراض انتخابية بلهجة صارمة اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات بأن لا تستغل لأغراض انتخابية لأننا نسعى إلى انتخابات حرة ونزيهة للعراقيين جميعا وأن تستغل الوزارات لأغراض انتخابية أمر غير مقبول بالمطلق فيما يتعلق بصندوق الإعمار في ذيقار كان هناك قرار من وجلس الوزراء بمنح رئيس صندوق إعمار ذيقار الصلاحيات الإدارية والمالية لاتخاذ قرارات سريعة في إنجاز الأعمال المنوطة بهذا الصندوق توسيع الصلاحيات هو نوع من تجاوز البيروقراطيات التي يعني تعثر أحيانا كثير من المشاريع اتخذ هذا القرار اليوم في مجلس الوزراء فيما يتعلق بوزارة الداخلية كان هناك مشروع قرار صوتها عليه مجلس الوزراء يتعلق بتوفير متطلبات أمنية لتحصين الحدود العراقية السورية فخصص اليوم 2.5 مليار لإنشاء سياج وأبراج لحماية الحدود أنتم تعلمون خصوصية الحدود العراقية السورية وما تمثله من أهمية أمنية للعراقيين جميعا ولبلدنا نظرا للتداخل الحاصل بين العراق وسوريا في مسائل انتشار العصابات الإرهابية اليوم مجلس الوزراء صوت على صرف هذا المبلغ لإنشاء هذا السياج والأبراج الكونكريتية التي تحمي حدودنا فيما تعلق بوزارة المالية كان هنا قرار أيضا عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير فقد صوت مجلس الوزراء على واحد فتح التصدير دون قيد أو شرط عدل مواد الممنوعة في ضوء القانون ثانيا إعادة النظر بجدول التعرفة القمرقية في وزارة المالية فيما تعلق بإنتاج النفط في كل مرة في مجلس الوزراء هناك تجديد على اتخاذ قرارات بصدد النفط والكهرباء اليوم صوت مجلس الوزراء على توسعة إنتاج حقل الناصرية تحديدا بطاقة 100 ألف برميل يوميا من شأن هذه التوسعة أن توفر فرص عمل تتذكرون في الأسبوع الماضي كان هناك تصويت لمجلس الوزراء على إتاحة فرص عمل للمهندسين تحديدا في وزارة النفط التي قد تبلغ أو تربو على 6 ألاف فرصة عمل اليوم تأتي هذه التوسعة أيضا لتتيح فرص عمل أخرى في هذه المحافظة المهمة في مسائل الوزارة النقل كان هناك تخويل للسيد وزير النقل ناصر حسين الشبلي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين العراق وروسيا هذا الاتفاق أساسي ومهم بالنسبة للتجارة وللعلاقات بين العراق وروسيا هناك قرار مهم يعدل قرارا سابقا لللجنة العليا للصحة والسلامة قامت به وزارة التخطيط مع القسم القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو أن هناك موافقة صوت عليها مجلس الوزراء على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم 117 لسنة 2020 بشأن مدة توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا اعتمدت لتنفيذ هذا القرار التعديل آلية معينة تتكون من أولا عد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب الجائحة بدءا من 2022 وحتى غاية 31 سبعة 2020 هذا التاريخ مهم ويتعلق بعقود كثيرة في وزارات متعددة ثانيا تقدم طلبات الشمول ما بعد التاريخ المذكور في أعلاها الذي ذكرته الآن إلى لجنة متخصصة أُلفت هذه اللجنة في وزارة التخطيط تضم موظفين كبار الموظفين في وزارة التخطيط وموظفين آخرين من وزارات أخرى لهم مدخلية في هذا الموضوع وفي حال أي خلاف بين في أي عقد مع أي جهة تفصل وزارة التخطيط في مثل هذه الخلافات في قضية مستحقات الفلاحين وزارة التجارة قدمت مشروع قرار اليوم أيضا صوت عليه مجلس الوزراء أولا ننوه أن كل مستحقات الفلاحين للعام 2020 صرفت جميعا فيما تعلق بالعام 2021 اليوم خوّل وزير التجارة بتزديد دفعا من مستحقات الفلاحين من حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب أعتقد هذا مسألة مهمة ينتظرها الفلاحون جميعا والآن خوّل الوزير وزير التجارة في دفع هذه المستحقات أيضا في وزارة التجارة كان هناك تصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق وهنغاري اليوم قرارات كثيرة أنا أحاول بعجالة أن أقدمها لكم فيما يتعلق بالمرحوم اللاعب الدولي أحمد راضي كان هناك أيضا تصويت من مجلس الوزراء على تذليل احتياجات عائلته تعلمون أن هذه الحكومة تقدر وتكرم المبدعين العراقيين من لاعبين وفنانين وأساتذة وأكاديميين وغير ذلك وهذا دأب هذه الحكومة في هذه الحالة حالة اللاعب الكبير أحمد راضي هناك تذليل احتياجات عائلته ومعالجة ما ترتب بذمته ومحاولة دعم أسرته مجلس الوزراء وافق على هذا ونحن نقدر بالتأكيد دور هذا اللاعب الذي أدخل السرور على ملايين العراقيين في الكثير من إنجازاته ولقطاته في ملاعب كرة القدم أخيراً وسأدعي المجال للسيدة رئيسة هيئة الاستثمار سيدة سهانة جار لتتحدث بتفصيل قليلاً عن مشروع قانون مهم صوت عليه اليوم مجلس الوزراء وهو إنشاء مدينة الرفيل في ضمن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي فلسفة الحكومة تحفيز القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات هذا المشروع مشروع هذه المدينة مدينة الرفيل واسمها يشير إلى نهر موجود قرب هذه المدينة نهر الرفيل إذن هي واحد من المشروعات الأساسية والمهمة التي تعول عليها الحكومة في تنشيط القطاع الخاص وفي توفير احتياجات العراقيين أترك المجال للسيدة سهانة جار للحديث عن هذا القرار الأساسي والمهم تفضل سيدتي السلام عليكم حصلت موافقة مجلس الوزراء اليوم على إنشاء مدينة الرفيل على مساحة تبلغ 106 ألف دونم وهي المنطقة المحيطة بأرض المطار نتيجة المشروع اليوم كانت بإشراف دولة رئيس الوزراء وبناء على توجيجه بدعم معالجة مشكلة التوسع السكاني في بغداد وفي المحافظات بطريقة انضباطية وتنويع ودعم الاقتصاد المحلي مدينة الرفيل هي مشروع الأول من نوعه بالعراق وهي مدينة ستكون بها جانبة اقتصادية جانبة خدمية جانبة صناعية وجانبة سكنية المشروع سيتم إنجازه على أربع مراحل المرحلة الأولى قيد الإنشاء حالياً المرحلة الأولى ستشمل مشروعات متكاملة سكنية وخدمية وتعليمية وطبية وبما فيها مرافق أرض المطار في المرحلة الأولى التي سنبتدئ بها بها عدة إجازات استثمارية وكان هناك تضارب الإجازات الاستثمارية والحمد لله بتعاون من الهيئات الحكومية تم حل التضاربات في الإجازات الاستثمارية وبدأ العمل من المستثمرين الممنوحين إجازة في منطقة محددة من المرحلة الأولى المرحلة الأولى ستكون على مساحة 16 ألف دونم وستوفر 75 ألف وحدة سكنية أي ستوفر وحدات سكنية لمعايزية عن 300 ألف نسمة وهي قادرة المرحلة الأولى على استيعاب جزء كبير من الأزمة السكنية التي نواجهها اليوم في العراق بوجه عام وبغداد بشكل خاص المرحلة القادمة ستكون مناطق صناعية لوجستية وخدمية طبعاً لازم نكون حريصين في بغداد أن الصناعة متأثر على التلوث البيئي فالمشاريع الصناعية ستكون مشاريع صديقة للبيئة ومشاريع لن تؤثر على البيئة في بغداد ولن يكون لها آثار سربية من ناحية التلوث كذلك من المهم أن نشير أنه المشروع أخذ في الاعتبار المنية التحتية في بغداد والتخطيط للمشروع أخذ بالاعتبار الطريق الحلقي الرابع والطريق الحلقي الخامس كذلك أخذ بالاعتبار الحزام الأخضر طبعاً نحن اليوم كنا نعاني من عدم وجود مساحات خضراء الحزام الأخضر سيكون هو جزء من المشروع ولكن هم أيضاً سيكون المرحلة الثالثة من المشروع حيث سنترح مشاريع زراعية ومشاريع تكون خذائية ومتعلقة بمشاريع صديقة بالبيئة المشروع المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي في شمال منطقة أرض المطار اللي هي ستكون في قضاء أبو غريب نتوقع المشروع يكون مشروع يعني راح يستغرق فترة لتنفيذه بسبب المساحة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع متعددة وسنبتدأ ملاحظتها وسيكون لها انعكاس فوري على اقتصاد العراق كله أولاً بالدرجة الأولى احنا دا نعالج التوسع السكاني احنا للأسف اليوم بالعراق عندنا شوية يمكن التوسع السكاني لم يلبي حاجة الزيادة السكانية واحنا عندنا أعلى معدل زيادة سكانية بالعالم يعتبر فراح تصير بطريقة منظمة استعنا بفريق فني مساند من أجود معماريين العراق محلياً وعالمياً الذي قام بتخطيط المدينة للأخذ بالاعتبار المحرمات والبنية التحتية والبيئة فلذلك التخطيط للمشروع قام عن طريق طريق متخصص لإحالة المشروعات المستقبلية سيكون هناك لجنة وزارية مكونة من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وذلك للتأكد من الشفافية والمنافسة احنا اليوم عدنا ما يزيد عن خمس عروض من شركات عالمية لمشروعات صناعية متكاملة ومشروعات سكنية متكاملة وان شاء الله راح خلال الأسابيع المتبقية القادمة راح تسمعون بالحضور هاي الشركات وبدأ عملها في العراق فمن الناحية الأولى هي التوسع السكاني طبعا احنا لما ينتهي الموضوع يعني نحشي على تقريبا مثل 15 سنة إلى أن نشوف إكمال كامل للموضوع يعني نتوقع أنه يكون يوفر فرص سكنية لما يزيد عن المليون نسمة طبعا بدء المشروع بطريقة فورية راح يكون إلى أثر إيجابي آني على بالنسبة لفرص العمل فرص العمل نتوقعها بالمرحلة الأولى ما يقل عن 100 ألف فرصة عمل وإحنا اليوم بهيئة الاستثمار وضعنا ضوابط صارمة بالنسبة للعمالة الأجنبية طبعا قانون الاستثمار يسمح باستخدام العمالة الأجنبية إحنا اليوم حددناها بالعمالة المتخصصة وأكو تعاون ويوزارة العمل المودل نجيب عمالة أجنبية ونوفر فرص المشاريع الاستثمارية توفر فرص عمل للعمالة العراقية ففرص العمل ستكون وفيرة وبالمرحلة الأولى وبالمرحلة الأخرى جانب إيجابي جدا هو الوقع الاقتصادي للمشروع طبعا هو النظرية الاقتصادية ما يسمى العامل المضاعف لما نبتدي مشروع ضخم بهالحجم المشروع سيشغل مصانع العراق سيشغل جوانب متعددة من الاقتصاد العراقي عن طريق تشغيل العمالة عن طريق تشغيل المصانع عن طريق تشغيل المصارف الوقع الاقتصادي للمشروع سيكون كبير جدا ومن من شأنه تنويع القاعدة الاقتصادية وهي كانت أول أولويات دولة رئيس الوزراء نحن اليوم لا يخفى على الكل تذبذب اقتصاد العراقي لإعتمادنا بشكل كل على النفط لكن اليوم لما نبتدي مدينة اقتصادية بهالحجم المدينة الاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص العمل ستحتحي عدد من القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي ونحن نتوقع على المدى الطويل عدد من هذه المدن يمكن تزيد إلى 1 إلى 2% إلى نمو الناتج المحلي العراقي فإن شاء الله العمل بدأ بالمشروع وسننتهي إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة سنقوم بطرح تقريبا ما بين 10 إلى 12 فرصة استثمارية الفرصة الاستثمارية راح تكون عبارة عن مشاريع متكاملة بها سكن وبها مرافق اجتماعية وخدمية أحب أوضح بهذا الموضوع أنه الفرصة الاستثمارية ستمنح عن طريق لجنة إحالة لجنة الإحالة مكونة من هيئات حكومية وسنقوم بالإعلان عنها في الصحف والمجالات المحلية وعالميا لأنه اليوم أكو اهتمام عالمي وإقليبي جدا في الاستثمار بالعراق فعملية الإحالة سيكون تسودها الشفافية والمنافسة وستدار من أكفأ موظفين وخبراء الدولة العراقية اليوم كذلك الفرصة الاستثمارية التي ستمنح ستمنح بمخططاتها وستمنح بمحرماتها وستمنح بمحددات البناء المنطقة المحيطة بأرض المطار طبعا لازم يكون أكو عندنا محددات بالنسبة للارتفاعات على المطار وهذه كلها أخذت بعين الاعتبار من المهم أيضا أن نذكر أنه المنطقة المحيطة أخذنا جزء كبير للتوسع في مطار بغداد لأنه طبعا إحنا كلنا أمل أنه اقتصادنا ينمو بوتيرة متصاعدة ولذلك لازم يكون أكو توسع لمطار بغداد وبجواره مدينة شحن ومدينة لوجستية ومدينة تجارة حرة فاليوم إن شاء الله سيكون نشهد طرح وموافقة مجلس الوزراء مشكور على طرح أول مشروع من نوعه وهو مدينة الرفيل التي ستكون مدينة اقتصادية اجتماعية خدمية وإن شاء الله نتوقع يكون واقعها الإيجابي على الاقتصاد العراقي فوري نشكركم شكرا لكم